البطل مش بيتصنع بالفن والمهارات البطل بالالتزام والاحترام الموهبة مش كل حاجة الموهبة مش كل حاجة بس سلوك البطل هو اللي بيحافظ على البطل وهو اللي بيدي له أسباقية غير أي حد في العالم لأن البطل ممكن يكون عنده موهبة أقل لكن بيشتغل على نفسه كويس وهنا دلوقتي لازم أسأل السؤال كمتابع للرياضة زيكم بالظبط كم مرة سمعنا أن اللعيب ده أو اللعيب الفلاني ده لو كان سلوكه مختلف كان بقى علامي وصنع تاريخ مش أعتقد إحنا كلنا سمعنا كده كتير في الرياضة يقول لك اللعيب ده بس لو كانت يعني شوية كان أخلاقه شوية كان يعني عمل تاريخ مختلف طب كم مرة بقى سمعنا عن الرياضة العكس العكس أن البطل الفلاني ده مهاراته قليلة بس ملتزم ومنضبط وباجتهاده أخلاقه صنع المستحيل هو ده الفرق هو ده الفرق اللي احنا عايزين نقوله هي دي الرسالة الرسالة اللي احنا عايزين نقولها رسالة البطل صناعة أهم عنصر فيها الالتزام والسلوك والأخلاق كمان شيء مهم جدا السلوك والأخلاق مش مهم البطل يكون على قدر عالي جدا من الكفاءة لكن لو اشتغل على نفسه بيعوض حاجة كتير منظومة بجد المنظومة دي صناعة بطل شيء مهم جدا فيها الاحترام فيها الاحترام والسلوك أهم من أي حاجة في الدنيا الرياضة بتيجي بالتدريب بالعرق بالتعب بالمجهود بتيجي لكن إن السلوك يختلف أعتقد هو ده اللي احنا عايزين نوصله لكم النهاردة ونقول إن البطل بيطنع من الاحترام والأدب ده شيء مهم جدا مش بأي حاجة لازم نقول كمان إن البطل اللي احنا بنتكلم عليه بيتصلع بالكلام ده لكن غير كده ما ينفعش نسمع بطل أعتقد إن رسالة وصلت لكم رسالة مهمة رسالة مهمة جدا النهاردة كويس ولازم نقول حاجة مهمة إن البطل وهو بطل وهو نجم لو غلط لازم يتحاسب لازم يتحاسب شيء مهم جدا في البطل إنه هو وهو بطل واللعيب يتحاسب في كل الأواد ده شيء مهم جدا لإن عنصر الرضع ده بيتحقق في أكثر في حالة كتيرة جدا أهم حاجة تطبيع يقوبة عن نجم نوقعها لإن رسالة هنا هتكون وصلت وأنا برضو أعتقد إن رسالتي وصلت ترجمة نانسي قنقر